قوة في الإرادة وعلو في الهمة واجتهاد في العمل واستشراف للمستقبل إنه النشاط به تنجز المهام وتدرك الطموحات وتتحقق الغايات والنشاط محمود ومدموم فالمحمود هو ما كان في الطاعات والأمور النافعة في الدنيا والمدموم ما كان في المعصية وفيما لا نفع فيه أو ما يكون منه على وجه الرياء وللنشاط المحمود صور ومظاهر متعددة منها الجد في الإقبال على فعل الطاعات الإقبال على العمل بجد مع الالتزام به والانضباط فيه استثمار الوقت والاستفادة منه وعدم تضيعه إتقان العمل وتنظيمه تحديد الأهداف والأخذ بأسباب تحقيقها ومن الوسائل المعينة على اكتساب النشاط وزيادته الشعور بالمسؤولية وعدم التهاون في أداء التكاليف المبادرة إلى العمل ورياضة النفس على المداومة والمثابرة في كل الظروف تذكر نعم الله تعالى فإن ذكرها داع إلى محبته ومنشط على عبادته مصاحبة أصحاب النشاط والهمة والاجتهاد وللنشاط ثمرات عظيمة تعود على المتخلق به بالنفع والخير منها أن النشاط في العبادة دليل على رضى الله وعلامة على القرب منه أن النشاط في عمل الخير يكسب المرأة حب الله ورضى الناس أن النشاط سبب للسعادة وانشراح الصدر قال ابن القيم رحمه الله الكسالة أكثر الناس همّا وغمّا وحزنا ليس لهم فرح ولا سرور بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل فعليك بالنشاط واستعذ بالله من الكسل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله منه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال